دلعين دلع بنزيمة عملها وخلع يمكن لو جماهير ريال مدريد بتغني بالعربي هتغني الأغنية دي مبارح ثلاث أهداف وروا منتدى تاريخية لريال مدريد وكريم بنزيمة تحديدا اللي أثبت أن أبو إبراهيم عم مهاجمين العالم مبارح أنا كنت على يقين أنه هو هيسجل رغم أن الشط الأول أداء كاريسي للريال وكل اللي شاف المباراة في الشط الأول قال لك خلاص استحواز لباريس سيطرة بالطلوب والعرض انفراضات هدف ملغي بعدها هدف لإنبابي وسيطرة والريال يعتبر ما حضرش في الشط الأول وكل الناس في وادي وأنا في وادي تاني وأنا على يقين أن بنزيمة هيسجل أقول لك ليه يقيني كان في بنزيمة هيسجل لأن كل الكرات العرضية اللي تلعبت لبنزيمة حتى وهو وسط رباع دفاع باريس سنجرمان أخدها ولعبها وشكل خطورة على دون رومون والهدف أو التسديد اللي سددها وطلعت جنب العرضة كانت مباشرات أنه خلاص الريال قرأ بيسجل بس هيبقى بمجهود فردي من بنزيمة سبحان الله مودريش اللي لازم نغنيله مع الاعتذار لقازم الساهر كل ما يكبر يحلى ويصير أحلى وأحلى إيه الروعة والأداء العالي في الشوط التاني وفي أسست الهدف التاني واختراقه من تنت الملعب من عند 18 ريال مدريد ثلاثة بيجروا وراء قطع الكورة من نمار وتلاثة بيلحقوا محدش عارف يجيب منه الكورة وتحرك جميل جدا وهدف تاني للريال الهدف ده اللي يعتبر نفسيا قضى على لعبة باريس وخلهم يغلطوا وماركينيوس اللي هفكرك بكورة في الديئة 27 لعب بالنار ولعب كورة بالكعب غريبة جدا بيرقص بالكعب في 18 وبيخرج الكورة هنا ماركينيوس يعني مش مركز وعمل أسست ولا أروع ما يفرقش عن أسست مدريدش في كورة الهدف يعني أسست ماركينيوس نفسه أسست مدريدش جول ثالث قضى بقى على كل أمال فريق باريس سان جيرمان وبدأنا نشوف تصرع ميس باس بدأ يظهر من باريس سان جيرمان عكس الشوط الأول الشوط الأول سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان ثلاثة نص الملعب باراديس مع بيريرا مع فيراتي ووجود ميسي وتحركات نمار وإنبابي عاملين إزعاجوا بيلعبوا مسيطرين على المباراة باريس مقفل ناحية فينيسيو الجونيور قاضي عليه تماما بوجود بيريرا وأشرف حكيمي في الناحية دي ومسندت فيراتي في بعض الأوقات فمقفولة بالضبة والمفتاح والناحية التانية مش هكلمك عنها في الريال لأن يعني على الله حكايتهم من الاتنين سواء سينسو مبارح أو كارفخال اللي لحد دلوقتي أنا ما عرفش هو بيلعب في الريال مادريد ليه وهو السبب في غلطة الهدف الأول اللي قطعت منه وبلامسه واحدة نمار على طول لإنبابي زي الفهد اخترك وراح ومش هكلمك عن ميليتاو وأخطاءه الكاريسية خط دفاع الريال مبارح رغم أن أنت بتلعب دفاع وعلى ملعبك في الشوط الأول إلا أن كانت الخطورة لباريس وراح بأكتر من كرة وقلت لك ثلاث انفراضات وتلاث أهداف محققة ضعوا من باريس سن جرمان ولولا كرتوه مبارح كان من الشوط الأول طلعت ثلاثة أربعة مرتاح في الشوط الثاني الخطأ بتاع دنارومة هو اللي حول الدنيا أو غير مصار المباراة بدأت لعبة باريس تتوتر خطأ فادح والكرة سهلة جدا كان ممكن يتصرف فيها أحسن من كده ولكن تشاءل أقدار ترجع بقى وتروح لفينيسيو الجونيور اللي مطمعش ورجعها تاني لكاريم بنزيمة لأن الضغط العالي اللي كان عمله فريق الريال بدأنا نشوف أخطاء من فريق باريس سن جرمان أو الضغط العالي اللي كان عمله ريال مدريد بدأنا نشوف أخطاء من باريس سن جرمان بدأنا نشوف ميس باس وكلمتك عن أسست الهدف الثالث من ماركينيوس والخطأ بتاعه فريق الريال مدريد اللي دخله في المباراة الجون بتاع الخطأ بتاع دون روما واحد واحد النتيجة قربت كان الهدف الدقاء 61 بعدها بعشر دقائق أو 12 دقائق أو 14 دقائق بالضبط الهدف الثاني من مجهود فابد المدريد اللي عمل مجهود جبار مجهود بدني وأنا واحد من الناس اللي كنت بلوم على مدريد موضوع اللياقة البدنية لكن السنة دي عمل أداء عالي مع الريال والكرة دي تشفعله على حاجات كتير الدور الدفاع اللي كان عمله كروس مع نيمار ورغم أن نيمار هرف أكتر من كرة لكن أنه هو يعتبر من أفضل لعابين مع مودريتش هو وكريم بنزيما عريس اللقاء كريم بنزيما الجون الثالث بتاعه خلاص أفل الدنيا 3-1 النتيجة خلاص في صالح ريال مدريد ويصعد على حساب باريس سن جيرمان ويمكن أنا هرجع بالذكرة اللي وراء أول متعائد باريس سن جيرمان مع المجموعة الكبيرة من فنالدوم ودون روما وبعدين ختمها بميسي ووجود ميسي أعظم لعاب العالم في باريس سن جيرمان أنا كان لها تصريح جريء مع بعض الناس وقلت لهم باريس سن جيرمان أخره السنة دي الدورة الفرنسية ما تستعجبش قلتها وهفكر بعض الناس من ضمنهم هيسام صاحبي ومحمد قلت لهم أن الباريس أخره الدورة وإزاي ويروحوا ويجوا معايا أنا قلت لهم هي قناعات أنا عندي إحساس كبير حتى توقعي مع برنامج في المرمى على إزاعة صوت الشباب كتبت كده بالنص تغريدة هتشوفها أن ليفربول هيصعد ولكن مش بالسهولة اللي الناس متوقعها والثاني حاجة أحسها للريال كنت متوقع وعندي إحساس كبير أن الريال هيصعد رغم أن الريال كأفراد وكمنظومة داخل الملعب أقل بكتير من باريس سن جيرمان ولكن هي قدرات لعب قدرت تغير الدنيا وهو كريم بن زيمة عشان يثبت لكل الناس أن أفضل مهاجم العالم ليفاندوفيسكي وكريم بن زيمة في الوقت الحالي فنرجع لموضوعنا وقلت أن الباريس مش هيعمل الدجة على قد النجوم اللي فيه والفلوس والإمكانيات اللي هم عاديين بيعملوا بيها هي مش هتعمل بطولة فريق البطولة له قدرات ومقاومات تانية خالص الناس اللي بدأ في لغبة تشجيع باريس عشان وجود ميسي أنا واحد من الناس مثلاً كنت بحب ولا زلت يعني بحب باريس من أيام بابان وبعدها كنت بتابع لاعب عربي مغربي اسمه علي بن عربية كان بيلعب في باريس سن جيرمان فأنا واحد من الناس من المحبين القدامة لباريس سن جيرمان محبتش باريس سن جيرمان عشان وجود ميسي فيه فياريت الناس اللي الوقت بتتكلم عن باريس باريس كقدرات وكأفراد أعظم لعب العالم موجودين لكن هي منظومة إدارة فكر ويسيبك من الإدارة الفنية إنت إزاي أصلاً تقدر تتعامل مع كم النجوم ده وتطوعهم لخدمة الفرقة هي دي الفكرة والحتة النفسية أنا ما يبقى نمار وإنبابي وميسي سلاسي المؤدمة النفسية بينهم عاملة إزاي بكلمك كلام ممكن مالوش علاقة بالقورة ولكن هو ده اللي بنشوفه فيه فرق كتيرة إنت شوف أي فرقة فيها نجمين أو تلاتة بتلاقي فيه مشكلة معهم يعني منشستر يونايتد مش بعيد الصدام اللي حصل ما بين رانجينيك ورونالدو ورونالدو ماجواير قبل كده على شرط القيادة ففي مشاكل بتحصل من الحاجة ده جنائاً عليه أنا كان ليه وجهة نظر في الموضوع ده مش هطول عليكم كتير المهم إنه إحنا استمتعنا مبارح وكده هننتظر بقى باقي مباريات دور الستاشر عشان نعرف ثمان فرق اللي هيصعده والقرعة هتتم على إيه ونبدأ نتكلم عنها ملخص سريع كده لأحداث المباراة والنقاط اللي كنت حابب أتكلم فيها اللي هي وجود كرفخال في الريال بالنسبة لعلامة استفهام كبيرة ماركنيوس وأخطاء سازجة أهدة الفوز للريال هو ودونة روما أداء عالي من بنزيمة يستهل عليه كل التحية مبروك للريال وهارد لك لباريس سان جيرمان وشوفكم في حلقة جديدة في فيديو جديد بس يا ريت لو عجبك الفيديو تنزل تشترك في القناة واتفعل زر الجرس وحاول تشار الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين شكرا لحضراتكم سلام عليكم شكرا للمشاهدة